بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن معاشر الإخوة الأفاضل معاشر المستمعين دايما نمشي في الطريق أنه ربي يحبنا باش نكون أقوياء المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أقوياء في الإيمان أقوياء في الإرادة أقوياء في العزيمة أقوياء في أخلاقنا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نعيد لأمة الإسلام مجدها ومكانتها وحتى نرفع هذا الدل وهذا الغبن اللي هو على أمة الإسلام موضوع تعنا اليوم نبدأه بقوله تعالى أفمن كان أؤمناً أفمن كان أؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوى ويقول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون موش كيف كيف؟ المسلم الطاهر العفيف موش كما غيره المسلم الطاهر العفيف يبقى طاهراً عفيفاً موش ليخله يبقى طاهر ويبقى عفيف؟ هو التزامه وهفته هو طهره هو ابتعاده عما حرم الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ميز المسلم وسمه بأنه كيس أنت يا عف صلاحه قوي لذلك قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دنى نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز والضعيف الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان إن الله غفور وحي اللهم اجعلنا أقوية بالعفة والطهر والقرب إليك يا عزيز وكريم واهدنا اللهم صراطك المستقيم تقبر اللهم منا وميكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا